محطتنا التالية يا سلمة عن الدافعية للدافعية أهمية كبيرة في حياة الفرد فهي تساعد على فهم ذاته وبعرف الدوافع الآخرين تجعلنا قادرين على فهم تصرفاتهم بشكل صحيح واتخاذ إجراءات تناسب العمل ونحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الأستاذ سليم الكسم موارد بشرية يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك 100 أهلا وسهلا يعطيكم 1000 عفية يسعد صباحكم بداية خلينا نحكي عن الدافع الدافع عند الإنسان الذي هو الأساس أو المحفز للقيام بأي عمل دائما لحتى يكون يدافع لازم يكون عنده دافع كل حدا اليوم يفيق بالصبح فعنده جملة كبيرة من الدوافع هاي اللي بتخليه فيق من الفرشة أصلا طبعا أكتر من يحكي عن هذا الموضوع هو ماسلو مشهور جدا هرم ماسلو هرم ماسلو طبعا شي بيحكوا عن علماء النفس هل هو شيء فلسفي هو شيء معاش دائما يوما هو أكثر الواقعي تماما فأنا دائما أبلش أنا بالحاجات الأساسية اللي هي الفيزيولوجية أنا إذا فقت أو فتت أو يعني أنا فتت عطشان فما فيني أنا فورا أقرأ كتاب أو أدرس أو ساوي أي شيء أنا بدي أشرب بدي أكل فلازم حقق أول شيء الحاجات الأساسية اللي هي الحاجات الفيزيولوجية على هرم ماسلو بعدين أنا بروح للأمان أنا كون حاسس بالأمان شاعر أنه أنا آمن بمكاني آمن بشغلي آمن بعيلتي آمن بأسرتي تمام هذا الدافع الثاني لما ما فيني أنا أنا جوعان وحافظ على أماني ما بهمني يعني ممكن الواحد يعرض حاله للخطر إذا حس أنه هو ما بيحسن يأكل إيه ممكن ممكن زوجة مثلا لما تحس أنه هي ما عنده أمان ببيتها أو موظف ما عنده أمان بوظيفته ممكن ما يحقق أي شيء ولا يبدع أي طبعا المرحلة الثالثة هي الشعور بالانتماء المحبة كثير حلو أنا أنه كون أحب وأنحب كثير أشعر أنه أنا إلي علاقة مع المجموعة وأنا جزء من التيم أنا جزء من العائلة هون طبعا بعده بيجي لحقيق الذات كل واحدة إذا ما كانت مشبعة بشكل جيد ما فيني أنا أنسي إلا لبعده كثير من الناس طبعا بيقول أنه أنا كان أولويتي أنا كنت عم أدم والله ماجستير أو كنت عم بعمل بحث علمي أو كنت عم ساوي أي شيء فكنت أنا بتحقيق الذات فجأة تركت لأنه أنا صار بدنا نستأجر بيت صار بدنا تمام فنزلت لأول واحدة اللي هي أنا صار في عندي حاجات أساسية لازم غطيها كثير مهم كثير مدراء مثلا بيشكي أنه أنا عندي الموظفين ما عم يأبدعوا ما عم يعطوني شيء صح هو ما راح لتحقيق الذات وما راح لأنه يعطيك ابتكار ليش لأنه أنت أصلا ما لك مشبعه فهو دائما ناله حاسس يعني عنده نقص هالموظف مشان هيك ما عم بيعطي من قلبه لشغله لعمله خلينا نحكي أكيد اختلاف الأولويات بتختلف من شخص للطاني عند الكل خلينا مثلا نحكي عن الدافع أحيانا يصير عند الإنسان دافع أنا مثلا بدي حتى مثلا عند السيدات أنا بدي نقص مثلا وزني يعني عند كل العالم بيصير أحيانا عندهم دافع بس فجأة بنص الطريق بيوقفوا بينسى خلاص بينسوا شو السبب أنه بينسوا بيملوا مثلا أنا بدي أقرأ كتاب أنا مثلا بدي أقرأ روايات بنص الرواية أنا ما فيني يكمل خلينا أحكي على السبب بهذا الشيء كثير مننا طبعا بيحط خطة ويأنا هلأ بدي أخرب الدنيا بيوقف أكل بيساوي تمام مثلا الكبرى أحيانا لما بيكون الدافع خارجي ما له داخلي أنا إذا كان الدافع خارجي أنا بدي أورجيهن أنا بدي أثبت لهم فهذا الدافع الخارجي هو دائما بيوقف لأنه بيروح هذا الخارجي أنا خليني أقول أنا بدي أتفوق على فلان فهذا فلان وقف فأنا تفوقت عليه بدون ما أنجز أنا خليني أقول كثير من الصبايا بتلاقي هي بتبلش ريجيم مشان يشوفوها حلوة أو مشان يشوفوها شي كثير من الشباب بيقر كتاب مشان يشوفو مثقف فالدافع الخارجي في مشكلة كبرى انه دائما هو مهدد بالزوال. الدافع الداخلي انا لما اعمل ريجيم وهدفي حسن صحتي. فدائما هذا الدافع هو محافظة عليه. انا لما هدفي اقر اكتاب وانا شخصيا اتنمى فيه فانا هذا الدافع داخلي. الدافع الداخلي عجيب. الدافع الداخلي بيخلق فيه. تماما. وليلا ما بكون انا اخذ دافع لاني بدي ارضي شي معين او انا بدي ارضي شخص معين. طيب هون استاذ خلينا نحكي شوي عن فهم الدوافع للانسان اللي بتساعده مو بس يفهم نفسه ويفهم دوافع الاخرين يتقبل الاخر كيف يتعامل معه بناءا على فهم الدوافع. انا ما عم بحكي على المصالح بدي اميز بين المصلحة وبين الدافع. اللي هو شيء طبيعي يكون موجود بعلاقتنا مع الاخر. طبعا الناس بتشوفوا المصلحة شي سلبي المصلحة مو كل مصاري. المصالح المتبادلة. دوافع الاخرين انا كتير بدي اعرف لما انا بحسن فسر العمل مو بالسلوك بالدافع. فبحسن انا برر واعرف شو مصير. كتير من امهات بتشوف ابنة عم يخرب. هو عم يخرب ويكسر. هو ما عم يخرب ويكسر هو عم يستكشف. ففي دافع عنده عم يستكشف. فاحيانا تروح تتعامل مع السلوك بتنسى شو الدافع. حيانا كتير من ولاد بروح بيحاول يعمل شي مع اهله مثلا احيانا انا ابنتي بتضربني كفية. ما عم تضربني كفية. جاي بتتحبني بتتعبرلي عن محبتها. كتير مهم انا اعرف دافع الشخص طبعا دائما احنا عنا قاعدة اي حدا من علاقتك او من دائرتك القريبة اي عمل لازم تحمله على اطيب دافع. واي حدا من عائرة اللي احنا منسميون انت بتعرفه انه هن مخالفين لقيامك هن اي عمل تحمله على اسوأ دافع. نحنا يمكن احيانا نروح نتعامل مع السلوك. فكتير مننا بيروح له فعل جيد. بس الدافع طبعه مو جيد. كتير مسلا بيكون حدا عم يمدح. بس نعرف ان هو في الدافع طبعه هو ياخد يحصل شي معين. كتير من الصبايا اليوم تنغر بهذا الحكي اللي هو اخذ وعطه. هو في دافع معين وراء. وراء هذا الكلام. كمان بنفس الشي. في عنا كمان فهم تصرفات او سوء النية من الطرف الاخر. يعني هذا كمان قد بوقعنا بمشاكل. خلينا كمان نحكي عن هذا الموضوع. بيقول كمان فرويد نعنى انه للسلوك البشري اي نوع اي نوع واي سلوك من السلوك البشري هو بس عنا مدفوع بقوتين. هو غريزة الموت وغريزة الحياة. طيب خلينا نحكي نحن عن الانسان المكتئب الانسان واصل لدرجة اكتئاب الحاد. هذا شو الدافع عنده يعني اللي خلص يعني واصل لمرحلة ملل من كل شي من الحياة من الاكل حتى بيوصل ما بده يأكل ما بده يشرب. هذا كيف ممكن نحفز الدافع عنده لحد ما يقدر وينطلق. هلا هذا بداية طبعا اليوم نحنا كثير موجودين بمجتمعنا. بيقول ما هو ما عند عنده افق انا بيقول انا ما عند عندي افق. بداية نرجع للدوافع وحدة وحدة كثير نحنا من روحهم لمفهوم مختلف لهو مفهوم الرضا. تمام. انا قديش بدي حصل. كثير من الناس بيفكروا انه انا هذا الموضوع هو مادي او هو رقم. الموضوع هو نفسي تماما وليس رقم. المثال كثير بسيط انا عم باكل. كثير وبيقوم من الصفره بلسه نفسه ياكل. هذا ما عنده حاجة. الشعور بالاشباع. كثير من الناس لقي عنده ملايين. ولسه محتاج بتحسه بيحكي كثير من التجار نعود معهم نسمعهم مثل الشحاد عم يحكي. انه انت لسه عندك احتياج للمصاري. الموضوع شعور بالحاجة غير الحاجة. في كثير ناس عندهم شعور عالي بالحاجة. مع انه هنه مالهم محتاجين شي. الحلو انه انا ارضى. فكر بس شوي قديش انا بدي. يعني انا سيدنا رسول الله لما قال من كان عنده وقوته يومه وامنا في سربه فقط حاز الدنيا بما فيها. كثير مهم انا اعرف قديش بدي اكل. قديش بدي شرب. قديش بدي امان. هدول الاساسيات لما بيكون بالحد الادنى مشبع انا بحسن انتقل مرحلة تانية. والنقطة اللي كثير الناس بعرفها. انا اللي بدي اعرف انه انا شو هلأ محتاج فهو ترتيب اولوياتي. انا بفوت على البيت خليني اقول انا كنت طول نهار برات البيت. فانا جوعان وعطسان. فانا جوعان وعطسان احيانا انا بكون عطسان اكتر من جوعان او جوعان وعطسان ونعسان. فبتلاقي هو نعسان اكتر من جوعان وعطسان. فبيحط راسه وبينام باواعي. بعد جوي خف جوع النوم. فبيروح بيفز بيشرب مي وبيرجع بيكمل نومته. بعد شوي بيفز وبياكل. طب شو اللي صار هو هذا الاحتياج نزل شوي. كتير مهم انا اعرف هذا الكلام. انه انا هلأ ايشو محتاج. هذا اللي بيغير اولوياتي اللي بيأثر على قراري. فانا كيف بقرر. بالشخص المكتئ بقلتلك اللي ما بدو شي من هالحياة. تماما. شو دور اسرته بهذا الموضوع. كيف ممكن يشجعوه ويحافظوا الدافع عنده. يذكروه ليش. دائما ليش انا كتير بدي اتذكر ليش انا عايش. انا ليش موجود. تماما. انا موجود لحتى اسعد اللي حوالي. انا دور اليوم كتير نحنا من نحاول انتعامل مع البني ادم كشخص منعزل. لما انا بذكره بوجوده بالانسانية بخارط الانسانية. انه انت كل عمل عم تساوي. فو عم يغير بين الناس كلهم. عم يؤثر بهذا الكلام. لما بحس لي انجازات. خاصة نعطيه انجازات صغيرة. ولو اشعره بالانجازات الصغيرة. كتير حلو. منا طبعا اكترنا معظمنا بمر بهاي الحالة. وتقريبا كلنا ممر بهاي الحالة. كتير حلو تخلو عنكم الابوم الصور والذكريات اللي كنتوا انتوا في انجازاتكم عالية. الابوم شاهداتكم القديمة. الابوم رسائل انكتبت بشي حلو. احيانا نراجع خلي عندك مثلا الارسائل اللي وصلتك على الفيسلية كتير حلو. الناس بتحبن. هذا بيعطيني انا طاقة. كتير حلو انه انا اعرف ارجع اتذكر. انا ليش عايش. انا شو عم ساوي. فلما بتذكر عليش حاشي برجع هاد الحافزة بيشتغل مرة تانية. هو متل متورو مصدي نحنا منسميه. فبدو بدو متل ما بيقولو بدو نترى بدو نترى ماكنة. منين بتجي هي من المحبة. المحبة كتير رهيبة. عائلته لما بحيطوه بيحوبوا بيذكروه انه انت قلك دور. ونحنا بيحاشتك نحنا بدنا ياك. هو دائما نحنا كل حدا مننا. هي طبعا القصة اللي نعرفه كل ياتنا انه نحنا نطلع برات البيت. نعمل انه اهلين ندايقنا انه اهلين ندقولنا. بس نحنا كتير مبسوطين ان اهلين عم يسألوا عنا نحنا مهمين. كتير مهم. انا احس باهميتي. اشعر هذا الشخص باهميته. اشعر باهميت فقدانه. فانت والله اليوم ما ساويت لنا شي. نحنا فقدنا كذا وكذا وكذا. انت نقصت علينا هيك وهيك وهيك بعدم وجودك. القصة قديش حلو لما من قلوه لواحد كيف كان مشواركم ولا كان نقصنا وجودك. كنت انت مليت علينا كذا وكذا. بحس شعر بي بي بي. يا كلمة وبتنقال بس هاي الكلمة بيكون الى مفاولي كتير كبير. يعني دائما لما نكون عم نحكي عن الدافع ومتل ما حكينا ببداية حديثنا ما حضرتك. الدافع هو اساس السلوك. طبعا. عند اي انسان. انسان لما بيشبه حاجاته. بينتقل شوي شوي. لتحقيق الذات اكتر. اليوم في اشخاص بيحاولوا متل ما بيقولوا ينطوا. يعني يروحوا فورا على تحقيق الذات. نعم. من دون ما يمروا على هاي الخطوات. اللي هي اساسية وطبيعية. بالفطرة. نحنا مجبورين ان نمر عليها. هاي بيصير في عنا فجوة. في فجوة. كيف بيقولوا هذا شخص فاضي. او شخص عاطي نفسه. فوق حجم او هالي. تماما. هو اساسا ما بيستحقها. هي تماما مثل عني ابني طابق الخامس. وبعدين بيترك. نسيان الاساس. بتماك تمال ممكن يهر. تروك لا. هاد الشعور الوهمي. نرجع منذكر انه انا في فرق كتير بين انا كوم محتاج وبين انا شاعر بالاحتياج. هاد هذا بعكس دنك. هاد محتاج وما له شاعر انه هو بيحاجة. هاد كتير شي صعب. كتير اشخاص مثلا هو ما له بيحاجة. يمكن طبعا برجع بقول. يمكن يكون هو محقق بالحد الادنى. هو مثلا عنده بيت. مش ولا بد. ماشي حاله. عم ياكل مش ولا بد. في المحبة اللي حوالي. ماشي حاله. فهم سكرهم بالحد الادنى. اما لا. المشكلة الكبرى لما بيكون عنده مشكلة كتير كبيرة. وبيترك الاكل. هاي بتصير مع الطالب. الطالب لما انا بقعد عم بدرس. فانا عم روح لحقق ذاتي. جعت. وبلش يجعني راسي. والساعتني عم بدرس. وجعت. بلش عم بدرس. جعت وبلش عم بدرس. اخر شي بينهار. كتير من الطلاب لما انا بيترك هذا الموضوع بينهار. كتير مهم انا ارجع اذكره انه انه انت طويل بالك وقف. وقف تحقيق ذات. ورجع سكر لي قبلهم. كتير منا نحنا وهو عم يشتغل. فبيشتغلي بيترك الحب. بيترك اهله بيته. فبتلاقي اهمل بيته واهمل اهمل اسرته. بعد فترة. بينهار بيته واسرته. بينهار شغله اصلا. ففجأة بينهار مهنيا. ليش اختفى مهنيا مع انه كان كتير ناجح. هو نسي الحب. طبعا كتير مهم نحنا هاد نربط له. ما نقول الا واقف. كتير من الناس بيقول الا واقف. وروح اشبع غرائزك الاولانية. او حاجاتك الاولانية. لا ما توقف. بس استنى وتوازن. التوازن اللي هو شغلك كتير كبيره بقال. التوازن بيناتهم. طبعا رب العالمين خالق آلية بالجسم. هي بتوقف او بتجبرني اخر بمرحلة معينة. بتجبرني انه انا بدي اتوازن غصما عني. ما في مجال. اما الحلو انه انا اعرف اتوازن. مشان انا ما اوقف. طبعا هاللي بتتأثر. هو بس بمرحلة معينة. شوي وبعدين بكمل. مثل ما حكينا الدوافع هي وظيفة انتقائية. خلينا نحكي. هل الدوافع تؤثر باحكامنا على الاخرين. على تصرفاتهم. نقول مثلا مشهور بالمجتمع الشرقي. ان المرأة ضعيفة. دائما نظرة الذكل الانثى انه هي ضعيفة. يعني خلينا نحكي. لا 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 طبعا نمكن بالعكس. لازم يكون في حقوق رجل. باعتبار نحن شوي شوي عم ننقرض. عم نقل. فهم الآخر هو شغلة كتير بسيطة. انا لما بيأثر على قراري. وبأثر على حكمي بسلوك الناس. لما انا بروح بتصور دافع. كتير من الناس بيقول له انت اصدق هيك. المشكلة بيأصدق هيك. انت عم تتكهم بدافع. برجع بذكر. انا من الدائرة المحبة لي. امي ابي اخواتي زوجتي رفقاتي. شغلي مكتبي. هدول دائرتي القريبة. لازم اخد سلوكياتهم على افضل دافع. الموضوع مبني على الثقة. والثقة تراكمية. كتير بدي اتذكر انه هي مثل الرصيد. انا قديش حاطة رصيد ثقة عند هذا الشخص. فهذا الشخص ما بتنهار ثقة بين يوم وليلة. انا ما ببلش شك بالشريكي. بثانية. او بموقف. او بخمس ليرات. بس هي تراكمات. فكتير مهم ناخد مؤشرات. المؤشرات هي بتبلش لما يكتروا الاسئلة. لما تكتر الاسئلة فانت عطي ثقة للي طرف لي ادامك. واضح له اكتر. كتير مهم تبني مصداقية عند الطرف لي ادامك. الزوج مع زوجته. لما زوجك كتير اسئلة فاعطيها مصداقية. لانا كنت هون كنت هون وعطيها الواتس اوب وعطيها الفيسبو. هو الان بتعامل انه هذا الموضوع ناء. تماما. هون بقى بصير بقى عنا الخلاف. يعني عدم فهم من سبب السؤال. اذا اهمل هذا الموضوع هنروح لمشاكل كتير كبيرة. هتصير حياته جحيم حيقول ليش صارت حياتي جحيم. انه ما عند فيه ثقة. العكس بالعكس. انا بموظفي. موظفي بتما بلشت اسأله. هاي منين جبت وقديش سعره. لازم يعرف موظفي انه انا في عندي مشكلة بالثقة فيك. فلازم انت كموظف تجيب لي فاتورة وتعطيني الفاتورة. ولو مو مطلوبة منك بس عطيني الفاتورة اسس مصداقيتك. كلما رفعت هذا الخزان من المصداقية. فانا بصير بحمل الدوافع على شيء ايجابي. كلما نزل هذا الرصيد من المصداقية. كلما صار انا عندي الدوافع عم تروح لشيء سلبي. كتير مهم انا اعرف هاد. وبرجع اقول المؤشرات هي كتر الاسئلة. بعدما الطرف الثاني عم يكتر اسئلة. معناته هو عنده مشكلة بدوافعي. هو دوافع يمكن مواضحة. او عنده شك فيها. فكتير مهم انا اعطيه. قل له شو عم نساوي. نحن ليش مع بعض. نحن سواء نشغل سواء علاقة سواء صداقة سواء دراسة. نحن وين رايحين نحن شو عم نساوي. بعدما كتر اسئلة خد مؤشر. موضوع صار فيه مشكلة. فبلا شي متل بيقولوا. اذا ما عالجته. تصير فيه مشكلة. كل الناس نرجع للناس اللي هنن. ما عند عنده شيء. او هو حاسس حاله انه انا. ما في سبب. ما في سبب عيش. انا ما بدي عيش. انا شو قلي طعمه. هاد الشخص قبل. بلا شي سأل اسئلة محد يجاوبوا عليها. نزلت ثقته مو بس باشخاص. نزلت ثقته بالحياة كلها. لانه هو دمرت ثقة عنده كتير. كتير مهم برجع بقول انا بدي ابني له. رصيد ثقة شوي شوي. اول شغلة استخدم الثقة الموجودة عنده اساسا. انت ساويت هيك بزمناتك. انت عفلان عملت هيك. انت شاغل هيك. انت شو ما من ذكريات الطفولة. ما على كل شي مني حمل. كل منجزات عملها كل منجزات عملها. ما بروح بعاطبو انت عملت هيك. واين الحق عليك. وانا التلاك. عن شك في عالم. هي جملة كتير مستفزة. في زاوية بجهنم اسمه التلاك. العالم بيستنوك انه تعمل هالغلص بيجي. تماما. انا قلتلك تعمل هيك. انا بدري شو. يعني هي اكيد كمان مشكلة انه نحسسه بتأنيب الضمير. اصلا راحت ثقته بنفسه. راحت ثقته بالحياة. فما بنا نيجي علينا احنا والحياة. لازم نعطيه دائما طاقة حلوة. ونذكره بانجازاته. شكرا لك الكلمة. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك.